ترجمة نانسي قنقري المسلم متحوّد أن يخلط إلى حد التشويش المسلم عاصل بالذات إلى حد التشويش لا يشوّش على صورة دينه ويشوّش على موقف الآخرين المحتمل بل يشوّش على فهمه هو المسكين يضيع حوايته من أين يأتي وتأتي هذا التشويش أيها الإخوة؟ يخلط بين المقامات، يخلط مباشرةً يعني مثلاً، لماذا لا يخطر؟ أنا متأكد أيضاً باطمئنان أنه لم يخطر على بال وعلى خاطر كثيرين مننا حتى أكون متواضعاً من الحقيقة أكثرنا أحب أن أتملّق لم يخطر على بال أخطرنا، ولما يخطر بعده مثلاً، أن نستلهم مثل الحكاية الأكثر شهرة في كتاب الله أول ما قصّى الله علينا من القصص في كتابه حكاية أبوينة، آدم وحوّه في هذه الحكاية أن الله تبارك وتعالى أعطى النظرة أنظر اللعيم أنظر إبليس أيها الإخوة الذي جاد له ورد عليه أمره ودافع عن خطيئته دافع عن غلطه القاتل المهلك أبا أبا أيها الإخوة أن يُذعن لحجة الله قال لا أستغفر الله العظيم كان يقول لله أنت المذنب أستغفر الله وقال هذا هو بما أغويتني بما أغويتني أنت الذي غلطني ولذلك أنا أتحدّاك أستغفر الله العظيم أنا لأفعلنّا ولأفعلنّا ولأفعلنّا لكن أنظرني قال إنك من منظري إلى يوم الوقت المالي لماذا لم نقف عند هذه النظرة عند هذا الإنظار لكي نستخلص ببساطة بضربة واحدة أن الخطأ والخطأ القاتل الخطأ المهلك ليس الخطأ البسيط هناك أعظم الخطأ إبليس أم الأخطاء كل الأخطاء تنسات من هذا الخطأ الأولي ليس كذلك؟ كل الخطايا هذا الخطأ مهما كان مهلكاً مهما كان قاتلاً الحاد في الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته ولكفر به إنكار وجوده إنكار سلوحية أمره أن ينطبق علي ينطبق على غيري هذا المنطق الإبليس لا ينطبق علي ما ينبغي أن يتوجه إلي أنا كأنه يريد أستغفر أن يعلم الله إلى من تتوجه وإلى من لا ينبغي أن تتوجه يقول أنا لا يتوجه إلي بهذا الأمر استغفر الله عجيب من العب من الرب؟ هذا إبليس وهذه النزعة الإبليسية وكل متلاعب بالدين كل متلاعب بالدين كل معيد للدين تأويلاً بطريقة تفيد هذا المعنى أنه هذا ليس لي لا ينطبق علينا ينطبق على غيرنا إبليس هو أحد الأبارسة بمعنى أو بآخر في العمق على كل حال هذه الواقعة العجيبة الفريدة قبل الزمان كانت قبل أن ينزل أبوانا إلى هذا الكوكب إلى هذا البسيط إذا قلنا بأنه كان فعلاً في عالم علوي لأن المسألة الخلافية بين علماء الدين من قديم أيضاً تعني أيها الإخوة كما قلت لكم بخطوة واحدة بضربة واحدة أن الشر له وجود وله الحق في العيش في الحياة الشر إبليس وجهة نظر إبليس سعي إبليس له الحق أن يكون هكذا بنى الله خطة الخلق أصلاً خطة الخلق المبنية على الابتلاء والامتحان والاختبار لا تكون إلا بماذا؟ بإتاحة الفرصة للشر أن يكون أن يوجد ليس أن يتعاج حتى مع الخير أن يتمازج وحقيقة فلسفة الخير والشر وصعوبة معضلة هي معضلة حقيقية الشر هذه أنه ممتزج بالخير والتقليص صعب جداً ليس في العالم خير محضة وبالتالي ليس في العالم شر محضة لذلك ليس في العالم تعاسى محضة ليس في العالم سعادة محضة ليس في العالم نجاح محضة ليس في العالم إخفاق محضة ليس في العالم حزن محضة ليس في العالم بهجة محضة هذه طبيعة العالم امتزاجية من حقه أن يكون وأن يوجد لا إلى جانب الشربال أن يمتزي به أن يمازجه وهكذا يعيش على فكرة وهكذا يعيش الشر الخير والعياذ بالله وأن يكون له صوت وأعلى الأصوات هو أول الأصوات صوت إبليس وتلته ملايير الأصوات من حملة الشعلة شعلة الشر والتعديم والتحريق القرآن يقول من حق الشر أن يوجد من حق الكفر أن يوجد أليس كذلك؟ من حق الكفر كم مرة القرآن ذكرنا ولفتنا لكننا لم نتذكر ولا نريد أن نلتفت في مسائل كثيرة يا أحبابي أخواني وأخواتي تفوتنا ليس لأنها صعبة أو لأنها شديدة الغموض أو الالتباس لا 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 فقط لأننا لا نريد أن نراها فهمتم؟ لا نريد لا نحب أن نراها لا نحب أن نلتفت إليها والقرآن غاص بهذه الأشياء التي غيبناها عن عمد على رغمها لأننا لا نريد أن نواجهها كم مرة القرآن ذكرنا ولفتنا إلى أن الله والله وحده لا إله إله هو الذي يحكم ويفصل بين عباده ويوم القيامة ليس في الدنيا الدنيا دار ابتلاء ليس الدار فصل وبما أنها دار ابتلاء إذن ما في مجال أن تفصل بين المؤمن والكافر هذا يقتل هذا يفنى هذا يعيش غير صحيح أعلم أن كلامي هذا على وضوحه سيشوش بعض الناس ليس لأنهم مشوش لأنهم مشوشون من الأصل المشوش المسكين الآن سيزول بعض هذا التشوش أيها الإخوة كيف؟ سيتشوش كثيرون من من يسمعون هذا الكلام تقول لا أين الجهاد أين القتال أين لتكون كلمة الله العليا أين الولاء أين البراء مشوش المسكين هذا مقام آخر يا سيدي مقام آخر واضح انفصاله وتميزه من مقام الأول في عشرات الآية القرآنية في كل مورد لديك المئات وانا ذكرت هذا عشرات المرات لديك المئات من آيات الله تبارك وتعالى التي تتجارع إلى تقرير حقيقة واحدة هي التي فرقت للتو من تقريرها أو اللفت إليها لكن لديك عشرات الآية عشرات قد لا تبلغ أن تكون عشرات بعض الآيات أيها الإخوة أو عشرات الآية إن شئتم تقول لك هذا الذي أعطيته بلسان الله عز وجل هذا الذي أعطيته الحق أن يكون وأن يكون إلى جانبك وأن ترعى حرماته وحقوقه بما فيها حقه في أن يكفر أن يرفضني أن يتنكر لي لرسالة لوحيه وله الحق أن يعيش ويرزق أيضا ومكرما دون أن يجار عليه دون أن يجار عليه هذا إن أبى إلا أن يخترط سيفه أن يجرد سيفه لكي يقطع حلاقيم كل من يخالفونه ما الموحدين ما المؤمنين في هذه الحالة ما أذنوا لك بل أنت مؤمور أن تدفع عن نفسك هذا مقام آخر مقام آخر مختلف تماماً ما علاقة هذا المقام بالمقام الأولى ذلك مقام تقرير الحريات من حيث الأساس هو الأصل هذا مقام رد العدوى انتهى لماذا نخلط لماذا ندعي أن هذا المقام هو الأساس والأصل في التعامل مع كل البشر وعلى خلفية ماذا؟ على خلفية الاختلاف المعتقد هذا الكذب أشهد بالله أنه كذب على الله ورسوله وكذب على كتاب الله لذلك نحن أمعنا في تشويه كلام الله عز وجل في أذهاننا أولاً ثم في مخيال الآخرين كيف الآن الآخرون يطلقون القرآن محمد الدين نحن أمعنا نحن المذنبون إلى حد بعيد جداً وَلَا زِلْنَا مُصَدِيهُ